سيمانة أفسعة كل سبب على راديو دوزين إذن مرحبا بكم مستمعات ومستمعي راديو دوزين في حلقة جديدة من برنامج سيمانة أفسعة ورحب كما جرت العادة بزملائي ورفاقي في هذا البرنامج سنة العجيم وديرة موقع مراينا مرحبا بك مرحبا بكم مرحبا بمستمعين مبارك الله فيك سيم محمد حمزة حشلاف زميلي في موقع دوزين بوايما صباح خير صباح النور رادم حسني أخي الصائل علاج النفسي مرحبا بك صباح النور وسموح من الغروس مدير موقع العمق المغربي مرحبا بك تحية طيبة عطرة عميقة وأنت أعمق تقديم اليوم درت لكم لك شي دي العكس عقاري بالساعة بش معاوة تعني ما نشتقش مقاربة النوع شي بقى في الحال نقطع عليكم النقش وجود الموضع أساسي ربما استأثرت بالاعتمام هذا الأسبوع كان الحدث الأول كان وقع يوم الأربعة الماضي كانت واحد المسيرة واحد احتجاجي في الرباط دي الأساتي ده متعاقديين والذين فرض عليهم تعاقود أو أطر الأكاديمية نسموهم اللي ما غاليش ندخلو في هذا الموضوع ماشي موضوع هذا ولكن موضوع ربما ديال تدبير الاحتجاج لأنه كان واحد المشهد ديال تعنيف أحد المشارك بعض المشاركين فيها من من طرف أحد الأشخاص كان كذلك بش بدأ الأسبوع معا الأسف بدأ إشاعة خبيثة كما كان قوله ديال وفاة المفكر عبدالله العروي على الأسف ماشي هي اللولة كانت الثانية يعني كان عقل من شهرين كانت اللولة خمسة فبراير واتضح بأنه الأمر كان يعني فقط يعني إشاعة يعني كذبة ولبقتنا بعد دقائق غادي نتوقفو على نلاقي حدي المنتخب الوطني لمواجهة موليطانيا وبروندي برسم الجولة الخامسة والسادسة من الإقصائية كأس إفريقيا لأمام ٢٠٢٢٢٢٠ نبدو بمواقع بالرباط أنا نطرح تساؤل أولاً طريحة تساؤلت كثيرة على شكونا هو ذك الشخص واش مؤهل واش من القوات المساعدة واش من أعوان السلطة واش هداوة لكن أنا السؤال اللي نطرح هو واش ما تدربناش وما تعلمناش سواء من سلطات محتجين يعني كاللي في الفضاء العام يعني تدبير تقافة الاحتجاج كيفما كان نوعها ومطالبها ومشروعيتها واش ما استفدناش من هاد التركم اللي ربما عمروا تقريباً ثلاثين سنة هذه الاحتجاجات اللي كنا كنشوفوها وكن نفتخروا بأنه بلادنا كين مئات الآلاف من الوقفات واحتجاجات على على فربوع الوطن ولكن ربما في مظاهر بحالي كديرا كترجعنا لسنوات الوراء سنة شكراً جماعة لأنك اقترحتي أنا ننطرقل هاد الموضوع هو صور اللي شفنا هاد هاد الايام الاخرى كدر في القلب بزيف علاش لأنك تقول المغرب كما كان الحال بغينا او كان هنا حققنا واحد تراكم حقوقي على على مدار سنوات قبل من كورونا الى حدود نهاية الفين وتسعتاش كان عدنا واحد المعدل ديال تقريباً حمسين مظاهرة كل نهار في مختلف أرجاء المغرب أغلبها كانت كدوز بدون إشكال يعني تقريباً واحد تسعين ولا ولا كتر في المية آآ من بعد كتقدر تجي بعد مؤسسة الدولة وتسائل على الشي مراشي منظمة حقوقية دولية خرج التقرير في المغرب في ترتيب سلمي لأنك تقدر توقع عندك شي حاجة بحال بحالة شي اللي وقع هاد الايام مهما كان موقفنا من هاد المسألة ديال كيفما قلت جامع واش تعاقد واش فوردة عليهم واش العقد شريعة المنتعاقدين نقدرون نقشو عن شي حلقة أخرى موضوع آخر ولكن هاد شي اللي وقع هاد الأسبوع آآ يعني شي حاجة اللي مؤسفة بزيف هادك عون السلطة اللي الى غاية الاخبار اللي صادر الحد الآن واش باقي ما عرفناش واش عون سلطة ولا الله كتروج في مواقع التواصل انه عون سلطة ولكن الاكيد ان اللي خرج في الصور ان العنف اللي كان كي مارسو كان بحضور الشرطة يعني كانت عناصر ديال الشرطة كينة فكيفما كانت صيغة دياله يمكن هو يتعاقب ويتفصل من المهنة دياله او يتعاقب بالسجن او شكل يعطاه لوقت وشكل يسمح ان هادك العنف يتمارس واش يعني واش ما كان دخلوش في انه وعلى الميت ما نقولش بانه عنف ممأسس ولكن على الاقل سلطات كانت مخلات هادك العنف في تمارس على الاقل مسكوت عنه مسكوت عنه او مسموح به هدف حدات هرها اشكالية كبيرة غادي نتسأله عن المسئوليات فيما بعد لان ربما ما غاديش نخلوها غير فقط فدق الشخص والاشارة فقط انه تم الاعتقال دياله للمتابعة بغيت تعقيم ديالكم على المنظر يعني اللي شوية يعني صعب رضا محسني ديالك الوضع شو شيء يؤسف لها لكن واحد البشعة في المنظر وكان واحد شيء حاجة كتحزف شوية السادية مش مفكنش في شوية السادية التلت دود بالعنف كان بزاف ديال ديال السادية ولكن هذا هو المشكل ديال من ما تكونش شخص ينتمي الى ذاك الجهاز بحال عنده واحد الارهاص على انه خصو يتبت ذاته ويتبت محل اعراب دياله في ذاك العراضة باش يمكن له وكي يجتهد وكي يزيد في العلم كي يبدع وهديك الزيادة كما تقولون المغربة من زيادة من راس الحمق هذاك حمق بالنسبة لي انا ممكن لين نسمي الى ولكن يحوزوا في النفس كيف ما قلت سانا على انه بعد تاركم تجربات كبيرة على اننا ما كانش واحد جويد ديال ديال التعامل مع الحتجاجات ما كانش اللي ممكن لها الضمن ليس فقط الكرمة ديال الناس اللي محتجين كإنسان كرمال الاولية ديال على انه الحرمة ديال الجسد دياله الحرمة ديال كانوا ممارسة تحوزوا في النفس كانت هناك واحد سيدة يتدوي على 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 تحرش وامرا متفهم لانه ولو ما تكون شقع نيامو بياتا ولكن جسد ديال واحد راجل فوق من واحد جسد ديال واحد المراك يحاول يدفعها كتدفعه هذا الى كان ضن على انه كان تجارب اخرى اللي كيعرفوا يتعاملوا ممكن تكوين ممكن ممكن اشياء معينة للضمن ايضا تل هذاك المتدخل ديال هذاك العون ديال السلطة او لاذاك الشرطي او لازك ديال خدمتوه في دورو في لائقاب دورو في لائقاب لما يتحط في هذا المحط في هذا الديلام هادا ديال خصو ما عندوش خيار اخر الا يجبذ هاد ساروت من البواطاوتين اللي هو اللي هو القمع المباشر يدفع ويوركل كنضن على انه كان مشكل كان حسيت بوحكينا واحد من الارتجالية في التعامل معها بحالة شي حاجة جات عنحين يغرى بحالة كانت في حين على أنه كانت ظن المسيرة كانت مدعولة وكانت عندها كانت علانية ونادوا لها قبل ولكن كتحسب أنه كان واحد ارتجالية كتشوف واحد السيد المسكين اللي عيان بالعكس دياله وتهو خارج كيتجارة وتهو خارج كيعطي يعني كان واحد الجو دي الارتجالية ما فهمتش كيفاش توقع حمزة صورة خيبة ولكن مصد ما تنزمها كانت تفاجأة مشكلة من الرأي العام وتعطيت السلطات دياله معه ونحن الإعلام كان نعيش مع الفقاعة الإعلامية هذي كان القطاع اللي كانت هذي ثلاث يام ولا أربع يام وقالا هذي أول مرة أن نرى واحد أخر في مدارة بزي مدني سبع ربخهم يغفو سبع رفق لا يكون من أحد يغفو لابسون سيفيين وخارجين وبدو بيديزون في 2011 أو أبداية ما فعلت هذا في الوقفات التي كانت قد من مصدر قد توقعه لأحد يدعي يغفو ويصبرر في الناس ويضربهم أنا لم أتحدث لماذا لا هذا كتب إطلاق لأخبرني وقال لو أحصت بأن quel肺مر مدني كذلك رسمي asto لأخبرك 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 رفق إلى الحقيق الانسان ومن الممكن أن نجمع واحدة أخرى سوف تلابس لباس رسمي الآن نحن في بلافان قليلاً قليلاً ونحاول أن نطبع بعض الأشياء أنا أصدقني السيد من أن نذهب إلى بوكيميسي لأن هذا ما يجب أن يتعقب عليه وهو لا يوجد شيء أول مرة لا يوجد ذلك البالغة التي كانت في السلطات وفي النياب العامة حيث لا يوجد شيء 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 أول مرة ويقولون أنهم يتعقبوا أن يتعقبوا أن يتعقبوا وليس أول مرة يكونوا الإعوان للسلطة وليس أعرفون أنهم فقط الصفة الرسمية لا أعرف أنهم يتعقبوا لا يوجد شيء أول مرة وليس أول مرة وليس أخذوا شيء نعم نعم سيد غروس السورة كما أعبر الزملاء عندما نتأسف لها واليوم يمكن أن نقول أن يدفع فاتورات هذه الأشياء الأخرى التي تقولون على لسان عدد القنوات الأجنبية والرسوم الكاريكاتورية إن كان هناك واحد للجانب الاستعراضي يعني إذن هالمشكلة الأول هو هذا أنه كل فتاش يستطيع يجمع اليوم أحنا الثاني نختلفه كذا ولكن ها واحد خدش آخر في صورة بلدنا بخصوصيته بجماله وبتناقضاته هو زدنا كذا الأمر الثاني في الإطار اللي هدر علي حمزة فريمو هذه ماشي المرة الأولى كنت أذكر شيء إرهاصات هناك موازين كنا نزلنا رفقة مجموعة الشباب البورغ راق الميزة وكذا فواحد اللحظات فرقنا أعتبر مرسنا صافي راسلتنا فإذا الحداء واحد الفندق معين كي يشدك واحد كي يبدي يقرف دفق وليش يبكت ما عنده اتكاد طيب إذا صدقا هاد الحادثة جابت لي قدامي بزاف دي الصور كنت أذكر صحفيا زملاء اللي تصرفق حتى طارندا ضروف شارع يعني ما كنت أذكر برلماني شارب شارب أشهارا جوازا سفري الدبلوماسي ولم يمنعوا من تصرفق حتى حايت أنزع ما شويتني ديلا هاد القضية اللي شارتي ديلا نعم كين فرق بين واحد بزي ديالو وكذا إلى خيره كنا ضروع لها من دماء قانونية لو بنا نسألو كنا عرفو شكون واحد الإنسان ما دير شارب ما عنده زي كين كين إشكال وسمحوا لي أنا كي يتحدروا لعاون سلطة أنا أول مرة كنشوف عاون سلطة بفورمات فيدور سمحوا لي زمال هاد رامتري راسيد رجعوه رامبودر ديال بالصحر لا سمتلوه وانبوكسين 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 أنا زعمال صور اللي كنت عن ديهاد لما قدم ما كنش كنشوف هاد دا فإذا المشكلة في مرة أخرى نرجع للكلام ديال الزميلة سناء هو أننا أحيانا يعني كان حسرصنا نتقدم ثم نعود كانت قونا راحو لمكان ديالنا في الوقت اللي كان خسنا اليوم نكون وصلنا لواحد الصورة معينة اللي كلنا كعرف حقوقه واجبته واحد لو قيته شنك يدير ذاك الإعلان والدعوة الفضل للاجتماع وتنزل واحد دير ذاك هذا الخضر كتقول شوية الكارامة كده سي محمد هادي بحل ديال كان المغرب وعلى شفة حفرة والآن ولله الحمد تقدم خطوة للأمر خرطي من المياه وهذا هدا هو وطبعا إلا بي يدوع لنا وجيوع لنا كان شوية نقاش وخصي فاللاحظة تهدر على المسؤولين للأخر ولكن لا بد أن نأتيها إليه عشت تجربة صديقة هي حقوقية كانت البنت ديالها في حال بين حياته وموت في السيارة وبسبب التظاهرة منعينها منع الدوزي باش تحسي بالإشكال ديالنا لا بد أن أرجع تنشر المواطنة والحقوق لكن ما يسمى طلع فوق الطرطور يحتاج لا تحتلش المؤسسات العمومية خلي الأمور تسيركي لي مع الأسف صحي بالحاجة أعمى ومازال عندك من تقدير خصنان ديرو العصاف الرويضة وغور نتفسي التوميد دا يزي ما بيقولوا المصريين والمؤمنة أننا ونفس الأمر على حتم وضع التراوية حصلة وعرقلة تلقز عمالة لا خصنة واحد شوية ديال تدبير الفضاء العام قبل ما ندزل نقطة ديال ترتيب المسؤوليات اللي هنا فيها واحد نقاش أكيد غير هاد الواقعة هاديرك تذكرنا بوقع يقع اللي وقعت مثلا في معالجي لجون في فرنسا ولي كان واحد تدخول ديال واحد ما سميت بلافاغ بن علا اللي كان واحد شخص لينتمي للقوة تحفظ النظام العام في الشريع وتعوى شارك وعنف يعني كان صوابق في بلدان جيران في إسبانيا ربما دي من البداع كذلك الخبيطة اللي يجبنهم فرنسا حيجبنهم الزاف ديال ووقعتش في الدبيوت بأكتوبر ديال هادي عامين في البروصيس ديال كتالونيا ولي كانوا ولي كانت واحد القمع بوليسي اللي ولكن أيضا بغيت رجع للمسألة ديال ديال لجي لجون فاش كانوا كيديروا المظاهرة ديالهم فاش كيكونوا شادين طريق اللي كتدي للمطار كانوا السيارات ناصر المون كيقدوا لهم طريق باش يدوزوا يمشوا ليفول ديالهم وكيعطوهم قراءة ديال ما وكيعطوهم يعني كين هاد الحس الوطني اللي يدرت عليها اسم محمد التدبير الحضاري الاحتجاجة وكتحتوي الاخر وكيقول لي معاك ولي كانت احتجاجات لف عشرين فبراير لف الاحتجاجات ديال الريف اللي دازت أغلبها بدون أدنى استضام لف ضربة لف مدن مدن أخرى واللي تكون تجربة من طرفين ومن آخر لف تعبير عن لف تعبير عن المطلب ولف تعبئتها أنا أعتقد أن واحد السلوكي لكا خيب وخي ديروه في المريكان ولف فرنسا ولف اليابان وكيبقى سلوك خيب مؤخرا شفنا أن واحد المواطن الأمريكي تقتل بسبب الشطات ديال الشرطة هذا كدير اللي مكنش اللي خنقوه مكنش كيتنفس كان بالفعل صور واللي خرجوه ديالهولندا ديالفرنسا اللي كيكون فيهم بتعنيف ولكن أنا أعتبر أن واحد السلوك إلا كنا ما كان قبلوش حقوقيا وإنسانيا حتى لو دارتوا أعتد ديمقراطيات في العالم كيبقى دائما نموذج سيء أنا بغيت نفتح واحد القوس وخاكف ما قلتي جامعة ماشي هذا موضوع النقاش بغض النظر على التعاقد ماشي التعاقد أنا عندي كمام إشكال فهد القضية كلها هو كيفاش واحد القطاع جوهاري غير القوس نصده ماشي النقاش لا لا خليك أنا في القوس نقاش لانا عنده علاقة قطاع جوهاري كانت تجيل الحكومة ومنسوش إن هاد شي راهدرتوا الحكومة ديالبن كيران لذا بنقابة ديالبي جي دي تب ما قاسين كيت باكه مع الشابر أنا جايك أنا جايك مع علاقتي معك تقولي كيفاش قطاع بحل هذا بغض النظر على الغل خلينا غنصغ السؤال وجوبي انت ليه لا غنصغ السؤال لان ده بغضي نتكلمه على المسؤوليات إنه هاد الشخص كان مسؤوليته راه الأمر بتحقق وكنت تكلمه عليه ولكن إذا افطرنا بأنه هاد الشي رجتاد غير بوحده وكذب وحده ولكن أكيد أنه ربما نطرح السؤال وشي كون يعطاه الأمر تانيا شي كون لدبر هاد المثلا تعامل مع هاد الشكل الاحتجاجي والسؤال الكبير لمكره وقع هو هاد المشكل ديال اللي اسمنا المتعاقدين خرد عليهم أو أوطر الأكاديميات نسموهم هاد في انتظار نحسموه هاد المشكل يعني بدأ منذ سنوات ويتفقهم وكما قلت الحكومة ووزارة الطلبية الوطنية ومن اللي غادين في هذا الشروع وعارفين بأن الأفواج السابقة تحت الجو ونضرب وبقي مستمر للفرار يا الله مؤخرا يعني الدار يعني الدار المباريات لولوجه بمئات الآلاف يعني هاد المشكلة عارفينه غادي وهي تفاقم وما زال غادين فيه كسياسة فربما تلمس أولياء كوبرا في الماكرو كينا من الملف كله مثلا أليس من الأجدار ربما نوقف النزيف رأي تمنح للمشكل ديال الأفواج السابقة ونفكر في السيارة وحنا غادين فيها مازال وأكيد أن الأفواج الحالية ستعود نفس الأشكال سؤال يعني لكم جميعا أعطيتي الجواب في السؤال جامعة أنا بالنسبة لي هذا هذا الصلب ديال المشكلة بغد النظر حتى على صيغة ديال العقد واش تعاقد واش كونترا واش أنا ما كنفهمش كيفش في التعليم كنشدو شاباب بدون قدح في الكفاءات ديالهم عندو الإجازة واللي عندو المستر كتكونو يومين ولا ثلاثيام وكتقول يصير خد قسم احنا كنعرفو أنك تقدر تكون صحافي كفاء جدا وماشي بالضرورة قادر تقري الصحافة أنك تكون أستاذ في شكلنا صغار كنعرفو مدارس تكوين المعلمين مدارس تكوين الأساتيدات السلك الأول والثاني كتكونوا في هديك البيداغوجية ديال كيفش غيصير قسم كيفش غديوصل المعلومات اللي هو تعلمها في الجامعة باش خدر المستر ولا الإجازة احنا باش نحلوا واحد المشكل الاجتماعي كنخصنا خاصة في الأساتيدة وعدنا شباب اللي خصهم يخدموا كنتمو تديروا واحد الحل الترقيعي هو الحل الترقيعية دائما مرفوضة ولكن مقدر نفهمها في بعض القطاعات أنا شخصيا ما كنفهمش كيفش كانت واحد الحكومة اللي تجمعوا في مجالس حكومية وخدوا قرار أن قطاع جوهاري ومهيكل وحيوي وبنياوي بحل التعليم نديروا لي حل بهالترقيع هذا اللي كيخليلك من بعدكم بولا احنا باقي كان نعيشوا التابعات ديالهم واللي كيفما قلت انت ما قررناش وقت نوقفو النازي فراعد في هدي شهرين ونطلشهور كنحتافلو حقارة نسبة نيسا أكثر ولا اشنو شكل اللي غيقرر هاد الوليدات شنو والمستقبات للتعليم اللي اخير ما طف ربما الضحايا هو دك سيدنيت اللي ارتكب بالفعل الشاني عودو كل الناس اللي تعدعليهم لأنه ربما ضحايا دي المنظومة قاملة فوجهة نظر حمزة هو زي المالية كنخرج وقال بأنه هذا الواحد طرف من هذا الفوجهة انه يلمشى الادماج ديالهم مره ما يقترش على الميزانية وشيراقات قال وعارفينوهما مجلن بخيصانك الدولة مشات بعيد في هذا المشروع لدرجاتك مبقاتش قادرات تقرار انها ترجع للور هنا كنت خلو في السياسة خلو في سياسة وكنت خلو في غليبة ديال الدولة وربما يتسجل هناك انتصار بالنسبة للأس المتعاقدين سيكون لديك مشكلة انك تجغي للأفواج اللي جايين من بعد المشيتي معه في التعاقد وستنتي معهم ولكن غي سمحولي غرجع القضية ديال العنف بسكوهي فيها واحد جنقات موهما كنعيشوه بندن دابدو بي واحد واحد لعشرين عام قدر نقول واحد العلاقة ديالتور ما بين مجشا مع الرأي العام ورجل التعريم وبين تكتر في هذا الميل في هذا الأساس المتعاقدين البعض هو واحد جوج نقاط هم مختلفين من قدر نقاط المتناقضين ولكن داروا لي شوية تشاش ضماغي واحد طرف من رأي العام يقولك الأساسي داربونا ودربونا الناس في صغرهم وهذا الشيء اللي يقع لهم زيان تشارك يتعود وكيتكتب وكاتبينوا نقاط بعقلهم داروا نظروا على هذه الناس اللي بعقلهم في القضية الإشاعات وكذلك الناس يقولك لا راتهم مارسوا العنف وهم تشكلوا طرف من هذا النظام إلى آخره من بعض المنطقة نقولوا مواقعي لتالواليدين الذين كانوا يمشون عند الأستاذ يقولون أنت دبح وننصلخ تواقعا توا مخصم العصار لا وحد الواليدين يضربونا والواليدين يضربونا يتخلنا بعض اللوجيكة هذو على حلو واحد صفحات ديدوا واحد الكتاب ما يسادي أفيروا لي يوعد يلا والإدانة الجمعية الضرب غير مبرر الضرب غير مبرر واحد طرف أو ثاني ثاني أنا كيستفزني صراحات على قادع صراحة صحيح أفيرا هل يمكن أن تخلق لا يمكن أن تخلق أفيرا 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 تكون لا يمكن في تلك السكتور القوات المساعدة ورجال الأمن أسرى السيب الأمر لا يمكن وهذا هوش يُتجيب الإعقاد والحساس يُتجيب الأمر وهذا هو الذي يخبرهulators وليس المتحدث الكامل ووهولون المتحدث ووهولون المتحدث فهونا في الثقار لديه لكن يسميهم الأمر الخيرية ما كانت تفسير والناس كانوا يطبعون على القاعد وأن أطبعهم يدعم الخير بجتب كنه أساس هذا هو مؤسس الوقت معنا زي ما دبا او دولاد هاد شي دي المساطير وزي ما ورا حسيت ما هنسي بو حد كان بغا يفتح واحد القوس وزي ما باش شوف قاعد تضامون مع الدراري والبنات اللي كلاو العصاة اللي كلاو العصاة الأسبوع ولكن نرى خويا نرى قرينا في ندراسة العمومية وكن نعرفه رجال التعليم أنا ولي دي بجوجهم رجال التعليم المستوى دي الأجويبة والتعامل في وزائل التواصل الاجتماعي ديال رجال التعليم ديال اليوم أنا خالعني أنا بعد اولدي ما نحطش عندهم لأنا ذلك شي ما من كيس البان شمن كياليساطاك المناص تشير هادك السيد اللي بارح اه ضرب أنا تصنمت البارح بعض واسائل اللي كي يعطو الدراس بزاف هذا المواقع اللي كي يعطو الدراس بزاف هذا شي ديال لديونتولوجي الصحافية ديرين تصويرتهم كي يلغت توجه قلال المواقع اللي يخلوه أه لماذا حي تضرب كالي يجبتقى على كونت ديالو فهو كالي يجبتقى ديالو كالي يجبتقى ديالو أفتح تلقو ساخور البعض خرجتنا صفحات كتتتكلم باسم إعوان السلطة أنا مسمى ليسي دانجوري أنا الطرف عندك من السلطة خارج كي يحتاج وبدأ كي يجبت مشاكل مهمة فاشق اللي بسانة فلاباش كاللقى على أن هم هدي شهور وهما كيتكلموا على أن القيطع ديالهم تقريبا غير مهيكل ديك شي ما واضحش شو ما المهم ديرهم ما زل ما تحلقنش من 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 ديق قد يلول هو يلي شكون مورها هاتلي مسألة القيام اللي تكلم علي 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 تكلم علي حمزة مهمة ما غديش ندخلو فيها عير ربما تجي مناسبات خران ديالو عليها لأنه كانت تأثر بزاف كي مشاكل ديالنا فتح الغروس القوس اللي كنتي غاتش تحوس الدتي فتح 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 لا شوف هاتش ديال التعاقد اللي لابتنقول فيه ثلاثة الإشارات تشغلهم فرصة وتقعد الجهوية المتقدمة المساواة ضرورية مع خصوصية جهوية لا للقمع ولا الانتهان ديال الكرم هاتل ثلاثة العنام بتشغيل سمح ليسي جامع نختلف معلوس ديال ثناء شوية هدي فرصة كالخصاص ديال الأطور ديال التعليم عندنا المستوى اللي بيطالة والخريجين غادي في ارتفاع مهويل أنا كان عرف أصدقاء ست سنوات ويقلب على فرصة تعمل وكتر ماشي واحد مجل مجل ثلاثة جات اليوم واحد للأليات قدموا عباد الله بان طبعا أنا هذه فريدة ما تفريدارة يلا بنا نهضرو شي شوية منطقيين وبالعقد شريعة المتعاقدين را النار لولا أعطيناك أستادها هاش غا تكون هاش غا تديرها فين غا يمشون علش من بعد فريدة عليك العقد الإذعان ولا فريدة علينا الزواج من بعد ولا فريدة عقد الإذعان فريدة علينا البرنامج إذارة هي هذه يحرر من طرف واحد ولكن أنت حر في أن تلجأ إليه أو لا تلجأ إليه إلاج أتي ليه صافي سمع لي كيف قاد الخيطة بشو هي فريدة عليكم التعاقد وهو كره لكم وهو كره لكم طيب إذن هاد العشهرات الآلف دي المناصي في الشغل الجاوية أنا في تقديري والله لا باركم سعود لا نكتغير يكونوا هون مراجعة ما عندي مش مشكلة في السيغة العقد خاص تكوين جيل هاد الناس وي أنا مش يقع في نقطة دي التكوين في هاد الملي كان نرجوع للقانون النظام الأساسي للوظيفة العمومية كان نلقوا نعم كين تفوتت ما دخلينش في صندوق الواتي الدكت الضمان الاجتماعي اللي دخلين فيه أخرين عندهم مشكلة في اللي كونترام اللي كي مش يبغي اللي كوفي العوان يدير دار سيارة كده البنك كترف دليل لأنه طبيع التعاقد اللي عندك يقول في أي لعدة ممكن مش في عالاتك غير واشهد الأمور مضبوطة الحقاش على المعلومات اللي عندي أنهم الآن أطور دي الأكاديميات وبالتالي الأكاديميات رأم مؤسسة عمومية أنا كنت وصلت معهم في حوار اللي كنت درت مع رئيس الحكومة وطرحت له هاد شي وقال بعض الأشياء زعمة ممكن هذه القضية ديال البنك ممكن تدخل ممكن واحد المستواف شوية معقول ما نمشيوش الإطار تعليم من الدرجة الثانية في علاقته بالأخر ولكن أنا بالنسبة لي شكلت متنفس المطالب المنطقي والمعقولة لابد أنها زعمة تمشي ولكن كي يقول لك ما شاهد الفكرة يقول الحمزي المشات وما قداش ترجع نعم ولكن مرجع واكي ما كي هاد الرئيس الحكومة ما تيقول لك تقولوا أن الجاوية المتقديمة والعدالة نحن ولينا ولاد كل المنطقة نشغلون في ديارة غاديين وراه لا ترجع فعلا على هذا الأمر وخبنت تناقضت من بعض الوزارة اللي قلقتي ديال المالية فعلت تبرية هادك ولع طبق أمل عاوتاني تماما إذا إذا كذا ثم هاد شي ديال القمع القوس اللي كنت بغيت بغيت نفتحه جزء من نورة مش هو فيه الشباب هاد شي ديال ديال المواطنة او شوية الحتيجاج بواحد الروقي لأننا عندنا جزء خيالات ماشي ثلاثة لا على الدولة ولا على أي محتج إما غانا هدرو بمنطقة الغالبة إذا النهار يكون عندك القوة والاستعراض لا كدولة ولا انت كشاريع راشفنا في عشرين فبراير زعم هادوك الواقفات كانوك ياخدوا الترخيش باش ينزلوه يواك القانون ينصع ليوا نزلق معوه ما تتقاسوش إذا عندك اليوم الدولة في سياقات معينة تقول لك الربيع رجع كانوك يخشو عشرة الألف لوك يخرجو شي مياوات تانا اليوم غانا نوريك الزرواطة دياليش كتشوز عما أولا نضغطه بجوج لمرجعية القانون وطبعا نديروا النضال على مستوى التحسين ونعتبروا الوقفات ما محتاج لاش ترخيص وذلك شي كامل نمتوق معه ولك الرهلب عن تخصص ألي وحدة تحكمنا أما أنك تقول أنا مع القانون وكذا وفي نفس الوقت نخرج لقيت اللي بغيت ونعرق هذا اللي بغيت والحمد لله اليوم راه راه كانوك تحتي للمؤسسة تبعنا كيفاش كانو قطرتيش دليك يعني من دوبية ديال الأخرى ديال اللي كانت الحجوجي دوا الأمانة العمال الحكومة وتحتلها المدة شهر وما خارش من هنا وشي تري فيه لأ طبعا الله يكون في العوان ومعات حقيق لا تشيد العدل الاجتماعي والناس نشوفوا حلوله زيما ماشي ما نكرزيك ومشغولي فيك ولكن لابد من شي شوية دين نعقللون الأمور باش نزيدوا جميعا سيدة محسني بختصرة للقضية المسؤولية أنا عندي قناعة راسخة على أنه كان كان سوء تفهم كبير ما بين أطراف متعددة كان فراغ معين كبير فيما يسمى بالواسطة والتقطير لأنه مني كتحاول تشرح هاد الاشكالي هذي لشخص بعيد على المجتمع المغربي وعلى الساحة السياسية اللي كان أجنبي بالأخص كي في الأخير تقول لك رهما كان مشكل ديل التواصل ما فهمش على التعنوث من جانبه ومن آخر كي يجيب لك الله على أنه كان مكتسبات دون دي تغواغ اللي خصوم يتحلوا خص حكماء من طرفين ومن آخر يجلسوا ويحاولوا يلقوا حلو لأنه تتبلي على أنه كان شي كان شي حويجات ممكن يكتسبوهم لأنه هاد شي طوال لأنه ذا بود دخلنا في سنوات دخلنا في واحد الموسمية دخلنا في واحد دخلنا في واحد الواتيرة واحد الرتابة والصور مع الأسف كيتعودوا ورغلقوا نفس الصور هنا في شرع الجيش المالكي في 2018 فكن نظن في واحد الوقت معين لازم يمكن بعض المؤسسات أحزاب أو نقابات أو مؤسسات وسيطة دخلوا في هذا الميل في هذا حكماء هذه البلد هذه دخلوا في هذا الميل في هذا لأنه حقيقة يضيع لنا الفرصة الحقيقية ندعوه على الجودة ديال المدرسة العمومية ندعوه على الحق ديال ذاك الأستاذ في التكوين مني كتعطيك لي ويس بي وتتقول يصير داركم حل هاد البي بي تي وغادي تكون في كيفاش تقول انت كتكون هذا واقع شفنا في الانتذاب ديالهم فهنا كتعطي واحد راه الدراسات اللي كانت دارت وتما تصريح بها في المؤسسة ديال في المؤسسة ديال بوعبيد على أنه أستاذة ديال الفرنسية يعجزون على كتابة فقرة من الفرنسية بدون أخطاء أستاذة ديال رياضيات ديال المستوى السادس عجزوا في واحد نسبة كبيرة على أنه محلوا مشاكل رياضية ديال المستوى اللي كيقرروا هما نحن هنا اليوم في واحد وشفنا مثلا منيبدال تعليم عن البعد شفنا مؤسسة خاصة في الدالويضة اللي عندها أسماء رائعة واللي أستاذة كتقرر الخطأ للتلاميذ للجمع باش توصل النتيجة ديال ثلاثين ما قدرتش تدير عملية حسابية ديال توصل الثلاثين مع كامل احترامتي لها يمكن ما كانتش في نهارها ولكن هاد النقاشات الجانبية بالنسبة لي أنا تغطي على النقاش الحقيقي وغادي التحل ولكني لازم على أنه يدخل واحد طرف ثالث اللي يقدر يجمع ما بين الأرى وأنا كنظن كذلك أنه واحد ما عاد الموضوع هاد المسألة ديالة ترسم بشكل عام هاد الموضوع هاد الموضوع هاد الموضوع ولكن ارى عند قانون يضبط الآن السلوك ديال هاد الفاعل هذا اللي حول أحد المسؤولين كان قال لي أحد الحزاب تقدموا بشي يعقدوا مجلس وطاني آآ حضوري وذكش وقالوا غندلوا في تيران والتابع ورغم ذلك الداخلية قتلوا الله شي مصدر قل لك رازم هاد تفسيرات غضات جينيين طالب ديال الموضوع وتاهم يحترمون تبعوا زي ما هاد الله مصد ليد هاد الناس باغي يدخلوا في تيران تاهم هاد الفكرة ديال الوسطة اللي قدر عليها السيريدة مزيانة لأنك ينوح تسؤلك باليوم في ناية نقابات اليوم ناتشي نقابات الأحزاب تد شنو شنو الدور دياله طبعا نرى كي الغيب ديالها وكي المؤشرة ديال فقدانتقارها لاحظنا واحد العدد ديال احتجاجات أنا كان عقل فلافات من الفين وتمني وحنا كان غضرو والليت كتب النس كتقلب على تنسيقيات طالبات تاتات نسيقيات طالبات زاقورة وقص عليها حتى اليوم معلش كيتجاوزو حتى إما كيقول لك البيع الشراء إما ما بقوش كي يحمر نروجه إما إما إلا خريك ولكن مشيح التقطير ديال الاحتجاج واللي ممكن أنهو انتفادوا به هاد الأمور إلا ندير فستر الجرعة السياسية بعد المرات في الاحتجاج كتضروا شي شوية هادرنا على هذا الجانب مزيان لاحظتم مثلا واحد صورة طبلية كتضر فيها الدم وكذا هو يمتخيك والناس كنشروا على أساس بزاة المعلم تعرضت إلى كذا هاد الجانب ثاني ديال راها بعض المرات يبدو لي لكي تزد في شي شوية أنا ما كنقولش أي حركة اجتماعية وحتجاجية هذه فرصتها فهمتي أنها تركب للأخر هذه الربطة الجميلة هذه تبعتوا كلكم تبعتوا كلكم الإشاعة ديال المؤرف والكاتب والكلمة سعد الله العروي أطل الله عمره ومتعب الصحة والعافية ربما هي ماشي اللولة كما أشرفت في البداية كانت وحلى نار خمصة في براير الثانية كذلك يعني نهاية الأسبوع الماضي وثارت واحد وانتشرت انتشار النار في الهاشيم وربما الملاحظة اللي أحطوه معي أنتنس كما اسمه ومحمزاح شلاف ديال الناس اللي بين القوسين بعقلهم كين أكاديميين كين صحفيين بين القوسين يعني بعقلهم ورزان تاهمة تشاركوا هذيك الإشاعة وكل شيء تقريبا صدقاء إلى درجة أنه أصبح أمين الصعب عدم تصديق صدقيتها وهذه إلى قرننا مع الإشاعة ديال النيت ديال الخمسة فبراير نبدأ بك حمزة النيت انت في نظرك شنو اللي جعلنا نوصلوا لهذا الدرجة ديالأنه ما نطرح سؤال كشخص كن صعافي نكون فقط يعني عندي الحد الأدنى ديال تمييز قبل ما نشر حاجة يعني نتأكد منها ولا على الأقل اللي نشرتها نشرها بالمصدر ديال على الأقل حماية لنفسي يعني إلى صدقات كاذبة وحماية لحقوق ذلك السيد اللي نشرها اللول إلا كانت صحيحة لحقوق المؤلف باش ما نشفرش وتاني صدقات هذا كنح مرس نقدر نفهمها من الواحد اللي بغي مثلاً للايك والبوز ولا موقع بغي الفلوز حال لعمق المغربي وما راينا وذلك شيء ولكن إنسان اللي مبدائيا ما عنده التالش يرباح شخصية محمد شوف ما عنده التالش يرباح مبدائياً ما عنده التالش يرباح لا هو دبا أنا هنجاوبك ضغير هنجاوبك على السؤال وكي بغيت نعودكم كيفاش عشتها حيث يعودكم كيفاش عشتش تفهموا المعضي لك كيف ما هي كيفاش عشتش ما كيفاش عشتش ما كيفاش خدامه ولكن كمام انديسة ديالالالعروية ليس اي خبار نحن ركس التالش يرباح ما عنده التالش يرباح نحن نتكر اسمهم بنسو حتى عرامن ههم جوجة ديالالالموفكرين كبار في المغرب بلي قرابلي ليكي عرفوه بزيان اه مصدقمون للا ما اللي اول اكد ليل خبار قللي اه انا اتضفى من الله احنا يريد عدد الله ونفرح باركا في رسانكم ومسيلي والله يطول عمرك ويقوعت وانا انا عديده لأخر والأخر يقول لي ماهكا بالعادلة عبارة قال لي ارى اتصلت بأولاده ورأيك دعو لي الخبر نعم ولو ماهنا ستمرح به ليس انتظرحه والله اي اهنا نتصلب بسيجوا وقتل عليه الخبر وكذلك وكذلك كمونة كان انا لا أعرف ما أعرف أنه الموت للأروي كانت كثيراً لأنك تتأكده، وبقى واحد من الصعي اللي لديه لم يكن هناك حاجة رسمية لا يوجد شيء معطل، وحتى الناس الذين قرابوا بها بشكل كثيراً لا يوجد شيء بشكل كثيراً. قمنا بخبار ستيند باي لا نضعه بشكل كثيراً، لا يمكن أن تتبازها بشكل كثيراً لكي تأكد الخبر وحسن أتمنى أن الخبر كادم أنه لم يكن شيء منه خصوصاً مني خرجت لامزان دي دي سن ديال السيلة الأروي في تركيب الخبر وقد أعرف أحد الصديق الذي يعرفه فميدياً لأنه رسيد حيون نورزاق، فقد تفرج فيديو فقد تفرج فيديو، أتخذهم شكل كالحداً، حداً مرتدو، ثلاثوا الوازي، كنت لعيه، ده المعزي، ده الموازي قلت له، كيف تصل لك بولادو؟ قل لي لا، هذا مجموعة مجموعة في سبو واتساب عندنا وتصل لك بولادو وشي واحد تصل لك قل لي الخبار داك شخص يقول سهلك أنا أجل أن نقول لك هذا الشيء دابل الكاريسة الكبرى وأن واحد الناس اللي عنا في المغرية وكتلقى أستجامعي وكتلقى أبو فكير وكي يقول لي كيتخير رأس وأنه شخصية عمومية كبيرة وكي يقول لي لدرجة كي يقول لي بحل ومشي الشخصية العمومية تصل أشخاص ولو كي يعتبروا سمحشي منبرة إعلامية في فيسبوك عنده ودروري يكتب ذاك عاجل ويكتب الخبار بليه وليت في الناس الناس تلقوا أنه ذاك المنصات الشخصية في فيسبوك عنده مرأة، ولو هما منابير ولو أصدر المعلومات علاش ما فهم أه ما فهمتش علاش وعلاش غيكون عندك السوق كتاب العزو أنا ما فهمش شخصية العمومية ذاك النهار برلمانيين وسياسيين وهذا كل شي كيتجارب شي كتب العازاء يلوح ذاك التصويرات دياله اللي يمصور شي نارمال عرويه ولا شي كتاب دياله عرويه حب الظهور هاد حب الظهور قلت لك نفهم ذاك اللي بغير بح نفهم لكي نبع لي لايك ما لهم أنا الموت سيبا ينكسكلي في الصحفة الموت سيبا ينكسكلي الموت شي حاجة اللي مهمة و تخيلوغ دو سنس هو ذاك اللي تجاري ذاك اللي تجاري كيعفط على هاد الأخلاق اللي عنده هدف تجاري كيعفط على هاد المبادئ ولكن واحد اللي تتال هدف الهدف التجاري ما عندوش وش هادك حب الظهورة رضا وش أنا كاين أنا السابق أنا كنف العرويه من برملا من برلا ودك شي هما كنف الثانيين على شها كالدراج هي الإشعاع استعترات بالعديد من الدراسة في علم نفس الاجتماعي و تتقول لك على أنه الإنسان مستعد لإنتاج الوهم من أجل تأتيت الفراغ الإشعاع عندها عندها دائما واحد الخصائص هي تسعود على عشرة دائما كتجيب واحد المعلومة سيلبير و كتلعب على حبل الخوف وانطلاقا من هاد النقطة هدي كان واحد الخاصيات وكالقوا أنه المعلومة كتخذ على واحد عدم استقرار كتقدر تبدل من شخصين لآخر كالقوا على أنه كان الشخص المعني بهذا المعلومة هدي صاحبه او الاختمعه في اليونيفرسيتي او الاسويسيا كان أيضا الإسناد لأنه مني لأنه إحنا في واحد الإشاعة دائما عندها واحد المحيط معين يتسم بالقلق يتسم بكين ظروف أسباب نزول الإشاعة لا تجيش من الفراغ تجي من واحد المحيط معين في واحد القلق في واحد نقص دائما المعلومة واحد نقص دائما التواصل المعنيين بالأمر وهناك يكون واحد النوع من الإسناد فنفسيا مني مثلا الإشاعة كان قول شي حاجة سي أعلى شي واحد فأوتوماتيكيا كان قول بأنني أنا أنا مزيان يعني كان شيطان الآخر فكان أعطي للراسي واحد الخصائص أنا مزيان الأخر مريد أنا صحيح الأخر مريد أنا بقي حي هنا كان تغريد الإشاعة على التنقض دائما تجيب واحد الحمولة سلبية ولكن اللي كان نلاحظه على أنه عنده واحد وظيفة مطمئنة واحد وظيفة ديالتقوية وتماسك ديال المجموعة فهذاك هذاك التغالي باش كل واحد مش تزرب وتيمشي جري وينقل على أنه راسي عبد الله اللي طول في عمره أو راه كيتبت كيعطي واحد القيمة لراسه كيترويج للذات في المجتمع عن طريق الإشاعة والتدول ديالتقوية يعطي واحد القيمة معينة للشخص اللي كيتدولها وانطلاقا من هنا كيقوي هذوك العلاقات وذلك الرباط ما بين مكونات ديالتقوية ديالتقوية فهناك نتبت على أنه هذوك النسبة ديال القلق اللي كتكون جايبة مع اللي كتكون جايبة مع هالإشاعة كنحولها نحو واحد تمتولات غادي نقوله فانتازمي متوهمة شفنا مثلا ناس ذوكي ذوكي ناس لو حكايات ديال رأي الله هذر معايا هذي واحد اليومين وقال لي وقال لي كذا وقال لي كذا شفنا وخا ناس اللي ما عندهمش ديبوتيك ربحية مادية ولكن للترويج واحد القيمة معينة ديالي في المجتمع وكتعطيني واحد الشرعية وكتعطيني واحد الباع معين وكتكون زعمة هاد السيدة مبدئيا يعني ما بقوش عنده زعمة خصوم يعني على الأقل ظاهرين ما عنده حسابة ما حد تبديك تفسير ديال انهو نروج عليه شي حاجة سيلبيان انتقاما هذي تقدر تكون جستم جمع هاد هاد الخصوم هذي تقدر تفهمها جستمو في الاشاعة السياسية اولا عندي معك شي حسب اقتصادي مصالي اقتصادية الكورة موقعات عبر التاريخ يعني ماشي الاشاعة ماشي شي حاجة جديدة عير هو اللي ربما ده بل اللي مجديد معها هو هاد المواقع التواصل الاجتماعي والانطباع كيف ما قال حمزة ديال انه خاصني نكون مؤثر وخاصني نكون انا اللول اللي درت داك غيب رحمه الله وان اللول يخدم تعزي الحارة بالمناسبة ماشي بخصوص العروي مثلا انا شفتوا حد صورة مؤخرا شي حد كي نعي تشي صفحة في الفيسبوك كي قره مات فلان فعائلتي اعتقد الابديانو وأستقبلوا العزاء على الهاتف والفيسبوك انا دو بستوني انا صراحة مفهمش كيفش استقبلوا العزاء على الفيسبوك وعلى الهاتف فربما المواقع التواصل الاجتماعي خرب قادس وخرجت بزيف ديال العقد وثيف ديال ووسانا مبقعتش لانتيميتي مبقعتش لانتيميتي بادا الانتيميتي ديال الناس فاتش ديال الموت اتساتا اول حاجة اول غيفليكس صراحة الناس كان حتروا زمال السلوك كيديرو لكن صاميب بغيتو جو بيزا يلا كيمولك اقرب شخص لك اول حاجة كتكسبة انا مثلا عمري ما فهمتها ماذا ما دفنوشا درجات كي تصورهم على الجسد ديال الشخص انا عشتان الوالد ديال يتوفى الله يرحمه هدي مكامنش عام والوقت اللي مخرجين الجسد غاندفنه واحد السيدة في العائلة كتقولي غانصورو فيديو يعني ما فهمتش اشنو الخصوصية ديال واحد الانسان خارج في الكفن ديال وغاً ديالي تستدفن وبغات صورا игра و الحزن ديال 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 احترام اللي مشاعره والخصوصية ديال ديالد كان واحد العيادي الله يرحمه كذلك فاشتوفى كان الصور الاخيرة دياله ديال مرض غير احترام من الحرما ديال قبل ما يموت كان ضعاف بزيف وما فهمتش كيفاش البعض مشاوا عندوك ياخدوا صور معا وفوحد الحالة يعني بغي نحن العياد الله يرحموه بقعدنا الصورة الجميلة اللي كنا كان عرفوه بها فهد العلاقة دينا بوسائل التواصل خلت عقادنا كتيرا تخرج وقدين أعطي مثال ديال الربحية وخاها دي خاصة بمواقع الإعلام الحجة الحمدوية اللي طول في أمارات هي قتلوها شحا عبدالجبال وزير وواحد المنبر إعلاني اللي ما غنذكروش كي إحنا يحاضرين وكيقول لواحد الصحفي را درتي الحجة الحمدوية ماتت را عدويت مع السيدة بقاحية قال لي مش مشكلة الحجة الحمدوية ماتت كي يجيب لكليك لك وغدد دي الحجة الحمدوية را بقاحية وغادي نعاود نجيب بها لكليك هادو عندهم ربح مادي وكين الآخر اللي فيسبوك اللي هو ولي كيعتبر نفسه بحلوة كالة صحفية را أنا جبت الخبر دي العرويمات ما عند فلان صحفيين لكي فيما قلتي أنا كنت كان أعتبرهم يعني أنا بالنسبة لي لأ شفتها عنده راح الخبر أكيد ولكن خصو يكون هو اللي وول باش يكون صادق قلت له شنو مصدر ديارك راح مقرب ليه وتوه متقاف لأنك يعرف عبدالله العرويم فتوه عنده عنده حمولة هذا الشيء ربما اللي يجعل أنه الناس الانتشار ديال الإشعة أنه لقوها في صفحات في ديكون ديالناس بين القوسين يتيقوا بيهم مفروض أنها الملتوقية تفهمون أنه يتيق الخبر زي ما سنو مال عاد فهمت عليش هدي جاكة در زي في الطبرة ديرها لا شكرا هدي امتهمات هدوها هدي إشعة هدي إشعة هدي إشعة إشعة مغرضة هدي إشعة لا هدل طبعا للأسف الإشعة مكلفة والحجم ديال الفداحة ديالة ما نقدرش نتصوره حتى في أمور بسيطة السعب الله العروي الله يبرك فعمره الحمده فيها على قدر موطع تصور دات مرون وعمال الحلو مشاغير قالوا النومات تصور إنسان وكي موانطي فيديو وكي يجيب الصور دياله كاملة وكي درب موسيقى حزينة ها يطلق اللي يقتلوني أنا ما زال حي أنتي فإذا هذا شي صعيب التثبت من الخبر كنا ندره الإعلام الصحفي ينزع ما هدي هدي ما عندك موبررة تحمل مسؤوليتك وخاكين بعض البهارات بعض المرات اللي كنت ذكر في الواقع عبدالله قدر موطع كنا من الناس اللي يقعوا في هذا الخطأ طبعاً اعتدرنا له ومشينا عنده التلدة وصورنا معاه وكذا إلى خير إلى خير ولكن نراها أطال الله في عمر مدير هاد المؤسسة مثلاً إليه كتب مثلاً جامع وكتب بنجلون وكتب مثلاً مرة صعيبة تقول يراك إذا ما منه لي كي يكون صعوبة وخا ما كتع فيه نيج من المسؤولية صح ولكن تصور دباء هادك موطع كما خرجوا فنانة ونقابة يعني محمد درجات ولو الناس كيقول لك وش بالصح لأنه تلمو هاد الإشاعات كثيرات والليل الشيخ تكي عرف كراك قريب من الشخص وش بالصح فلان مات لأنه صافي تقرنا بالإشاعات السيد غروس وش ماش وش ماش شغل القول مبرر لتا واحد ولكن وش بعض المرات مهمتك كصحافي كتبغي تتأكد من خدمتك ما كتلقاش اللي غادي يجوبك وبالتالي وكتلقاه هادي يسبقوا صعوبة التواصل مثلاً احنا دباء العروي مثلاً العروي مفترض غادي يكون واحد سيد من عائلته اللي لقل هاد الخبارات عادرة كنا غادي نموته مثلاً اللي يتأكد من هاد شي مرضه ووفاته شي حاجة منصور جديد ولا كتاب جديد ولا هذا اللي ممكن عندما تنجروا الإعلام يرجع لي السيد العروي ما كيدوش تليفون مقاطعه محيي تليفون ايه مراته متقاعدة كتعمل غيب المايل والفيسبوك اللي كتر خيرها وما بكاش تبقى صهران نتاله 12 وحدة اللي باش تجوا نعم فماش ما كانش تكون بشكل مؤسساتي واحد اللي لم تنغضى هانتما الزملاء غط عيتوا فلان شو من الأقارب ولا شي حد اللي قريب اللي يعرف المسائل الحميمية اللي ما كان نشرهاش مع الجميع كله ها فلان يؤكد وقوين فيه وقد كرت المصدر وقد حميرها هاديا نقترب تنظر في اسم الميثات صعوبة التواصل معه وأنا أقصد بعض مرات بالفعل كتحرف لك هانت بدي تتأكد ما بقى لك إلا تصيارة ديالك باش تتأكد وخص تنشر الخبار وخاصة منك يكون شخص عنده واحد القيمة اعتبارية في المجتمع ما كان نظروش على إنسان عادي كان نظرو على العروي أو ما شبهه إلا هذا الأمر ما يهم عائلته فقط ويهم محيط ويهم غير هو اسم حولية أنا شخص في حجم عبدالله العروي أتفهم بشوية الفوضى اللي ولت في مواقع التواصل وفي الإعلام الرقمي نقدر نتفهم اختيار دياله ديال الناس المقربين اللي أنهم مبغوش يتواصلوا مع الصحافة يعني ما أنا ما أنا ما 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 نقول الأالوي محق سين درواء ونالحقاش إحنا نفسنا اللي باقي كان وما وقع التواصل جزء من حياتنا اليومية ربع دمراات كتجيك أوفردوز وكتجول ما بقيش بغيك أنا نجح لواساة ألو في محاولة الفهم ديال هاد الشي و خلفية و هذا هاد الجنب ديال واحد ديره ام أخرا كنت تهضر على السلطة المعرفة لليوتيوب مثلا المواطن منليك يشوف واحد الخبر وموكين زع ما نسحبها عن الفيس هو ما عندوش هذا الباحة ديال تمييز هذا موقع رسمي ولا غير رسمي رقلو في اليوتيوب رقلو في وعلى أنت فش كتقول في أطرح الدكتورة اللي فيها في الببيليوغرافية بأنه المصدر من المصادر ويكيبيديا طلعت عليه يوم 12 مارس 2004 بغيت نقول أنه في باحة تتسايا سيوحمد وغير واحد القضية هذا في الحرم بغيت نمشي أن الإنسان كي يحاول دك توسيع الرأس مال الجماعي ولا الصناعة دياله وكان هذا الموحد مسؤول مؤخرا وقال لي فش كتكون بعد زيارة الملكية بعد المدن بعد الأشخاص كي مشي ما معروض ما أولو وكي يقول عبد الله فين كا آه راح نافى زيارة ما وخلي كي قديم زيارة ديالأشياء فهد الجانب هدى ديالهد إلا بيتنا حضر الجريبة شوية أنا شوقيتها كوتيبان وكانت لقى 400 مليون مشكل دوري لا لا الشي ربما ماشي إشعة ولكن لا لا إشعة ما من نفس غيقولك سمعنا فراجو وقالها جامع قالها جامع واحد نار كنت مع مستشار دي الوحد مستشار دي الوحد الوزيرة وكذا وقاتلي قال وقاتلي يالله هدي كوش أنا كاش دربعمائة ما مجن دين معك شارك أنتي سلينا للصداف هدى اللبسة اللي كنت لابس معها من لي سلينا المقابل لنا يدفعلي قاتلي أجي هدي ماشي الريض قطر آه ناري العنابي آه توني الإشعة أراك حول تغير تخبي هوا هوا أنت تكتفتي من خلال الإشعة لا يمكنك تدوري المؤثرين ناس بشكل يشوفوا دك العلامة الزرقة من العلامة الزرقة كاتب الخبار حالا روكا رسمية هذا الخطر الخطر ديال للعلامة الزرقة رأيها يستطيع أن تقنعه ولكن هذا هو لتصبح مجرد مجرد ولكن لا يوجد مجرد في شخص مجرد يجب أن تتحبه في تويتر يوجد أن يكون مجرد وإنستغرام والناس يأخذها في قناة عمومية أو رسمية ريضا تلبت الكلمة ولكن أنت مع مربي مقدب ما تقطعش لا لا بالعكس أستمتع بمدخلات الإخوان اللي بغيت نرجع له على أنه كان مشكلة قيمية حقيقتها في المجتمع ونرى مثلا الممارسة لانتحال صفات صحفي في الفيسبوك واحد ممارسة جدا صفات طبيب نفسي مستشار قانوني مستشار قانوني نحن في حاجة إلى مطاق أخلاقي ديالستعمال في حاجة إلى تربية رقمية في حاجة إلى مجموعة أشياء ولكن في حاجة أيضا ودى الفرصة مناسبة في حاجة إلى متقفين وفي حاجة إلى مفكيرين وفي حاجة على أنه سيل عروي كان نحترموا الاختيارات دياله ومنحقوه على أنه ما يكونش في الفيسبوك ومنحقوه على أنه ما يكونش في الإعلام ومنحقوه ولكن رأسه صار على أنه واحد الرصيد فكري ونوع من نسيحة واحد الرصيد فكري نتفهم على أنه يكون قلق نتفهم كل شيء لكن نظن بأنه المتقفين ديالنا والمفكيرين ديالنا محتاجين لهم فهذا المجتمع هذا اللي عنا فيه أزمات قيمية عنا فيها مؤثرين من طين عنا فيها عنا فيها عنا فيه مشاكل قيمية عنا مشاكل فكرية خسنا أدوات تحليل خسنا أدوات فهم خسنا أدوات ديال كيفاش نعالجوا هذا المجتمع هذا والإنسحاب ديال المفكيرين لأنه الإشعادي بقى ما معطيتش سرها وغادي تعطيه يمكن في أيام المجيئة وللأسابيع وللأشهر لكن ما كانش بإمكان هذا الشخص هذا اللي دار هذه الإشعاة هذي على أنه يدير عمى واحدة أخر لأنه عارف بأنه ما يكونش جواب في الساعات اللي غادي تتبع هذه الإشعاة وغادي يخلق بها واحدة رواج معين فهذا الإنسحاب هذه الإشعاة هذي دائما عندها أسباب نوزل ولكني كان واحد طرف ديال المسؤولية بني ستشوف مثلا الصورة ديال المكتب دياله مفيش حاسوب مفيش أدوات إلكترونية مفيش كان قطيعة معينة وهذا نمط للسيد مفكير يقدر يكلف واحدة أخر تماما ولكن تبقى شعارة معاوية يبقى واحدة ربط معين ولما لا نعود ونشوفوه كانت مثلا نخرج الأخيرة دياله فاش دولنا على مفهوم القبيلة على أنه واحد المفهوم اللي غادي يرجع في المجتمع المغربي وخلعناها بدل الخطاب هذا ومبعد ما أخذناش تحاليل كافية باش نفهموه كيفاش المجتمع المغربي غادي يرجع للمفهوم القبيلة والسلطة غادي تقولي عاوثاني عند القبيلة أعطانا واحد النبدة معينة وخلانا سيسبوند وخلانا في قبيلة الفيسبوك تماما وهذا القبيلة ديال فيسبوك خساش ويوخها وشيخاتها اللي تحملوا مسؤوليتهم الفكرية والأخلاقية في هاد غير بعجالة هاد المسألة ديال كان طالبوا المتقف أنه دي ما يكون حاضر فبزيف ديال القضايا راه المتقف ما عندوش شي مكينة كين تجبهت تحليل توتسويت لا العروي ولا شخص آخر متقف الحقيقي خاصوا ضروري ياخد واحد شوية المسافة مع الأحداث أنا شفت ناس اللي صدروا رواية العملي فت على كورونا ما فهمش في نهاية 2020 كانت خرجت واحد سيد ديال الغلاف ديال الرواية دياله يومياته فكن نشوفوها في الأحداث ديال عشرين فبراي في أي حاجة كنقولوا فينا هو دور المتقف إلا سمحتي دي السنة شوية الميكرو لا 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 غير هادية الفكرة أنا دي سالها المتقف محتاج شوية ياخد أم بودو غوكل شوية المسافة غيف التواصل لا لا دوي صغير على النقطة هذه الغياب المتقف المتقف ماشي ماشي فاعل في الفيسبوك ماشي صحافي كينتج المادة تسويط لا ما كانت طبعا أنا جشت موفاد نقطة نقدرون نقشوها مرة أخرى لأن موضوع مهم دي الحضور دي المفكرين في النقاش المجتمعي أنا في الوسط صراحة بناسكم لأنني أفهم أفهم عبدالله العروي وأنا شخصيا يخوفوني هذو كون يسمون بيار بورديو الفاستينكر الفاستينكر هو هذو اللي كتعيط له وقع هذا الدكسة عنده تحليل وعنده ضغطية ووصغ في كراءة هذو ملي ولو دابا وهما اللي ينشروا الخبار ديال العروي هما اللي كيكتبوا في فيسبوك وعنده 16 ألف تحليل في النهار وكيكتبوا في الوضع السياسي بطريقة هذا إلا كنا يا دهضرها إي بلاش أنا جبخفير سي العروي يخرج لي أكتاب في أين دي السيني قاع تقيل وعمر وفي أين بدرقل أما هذو كلي كينين زي ما اللي كي يديرو هذ الشي يتكلم سيال رح يطبيعة تكره الفراغ رح يطبيعة تكره الفراغ تلإعلام يكره الفراغ ها تلإعلام ضلال عونا على السي العروي هو اللي يخرج يديرنا هذ شي زي ما رايصة يعني رعنا عقم في هذا الإطار هذا حس في القوة التوازن ما بين يكون احترام ديال الأكاديمي احترام ديال اختصاص وهذا ولكن كذلك لا تستطيع اللي بتديرو باش يجيب الإعلامي لأنه إذنك تكون مثلا واقعة وكتعيت لوحد كي يقول لك شوف هالظاهرة هذي أعطيني واحد تلسين ربعة سنة هذا أنا أعطيك فيها فتوة مثلا هاد شي هاد شي كلام مضوعي ممكن تواصل ولكن فهد الأمر الإعلامي إعلامي عنده عنده واحد الإكرهة ديال الوقت ودير الزربة وهذا ففي غيابة هذك كي يلجأ للأخر ورغم أن هذك شي ما قصوش يدار فين غال قاوي يعني الصيغة الوسطى ما بين تحتار من الأكاديمي وتحتار من الإعلامي وهذا هذا أنا أجتي هاد اللي قصو يكون باختصار غنط المنكري يضل لان انتمام عني يشفر النقطة أخيرة عفاك فش كتخرج سوائش عاديا الوفاة والله وفاة حقيقية ديالشي مفكر كيعطوني الانطباع فيسبوك أنني أنا الجاهلة الوحيدة وكتلقى كل شي قرأ ليهم الكتب ديالي كاملة وذلك الموسيقى اللي ما ترى سلعه وكتلقوا شي سمي أنا مع مالسوات مع فؤاد العروي يوم بص رأي المهم هو هذا الناس نقرأ ولهم فعلا ما شي غير ندير غيب الله يرحمه قولي يا ريدا وحمزة تبعتوا الخروج ديال الناخب الوطني واحد خليل زيتش اللي يعلن على إحدى المنتخب الوطني اللي غادي واجه المنتخبي موريتانيو بوروندي يومي 16 و30 مارس الجاري برسم الجولتين الأخيرتين من إقصائي كأس إفريقيا الأمم 2022 لائحات قريبا من شحال فيها من 24 24 لاعب فيها 4 عام البوطولة الوطني من المنتخب المحليين من قرأتكم صغيرة بالشكل المختصر مسألة مسألة إيجابية جدا على أنه تمت الاستعانة بلاعبين المنتخب المحلي اللي أتبعتوا على العلول كعبديا لهم واللي واللي يعطاه القيمة المضافة واللي يتت 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 فيها خصص في هذه المواقع بخصوص هذا الشي اللي وقع مع النوادي الأوروبية اللي عن 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 حق أو عن غيري حق رفضات تعطينا تعطينا ولذاتنا يلعبوا يلعبوا اللي يوم بجوجة دي الرجاء أناس زنيتي وصوفي ين رحيمي وجوجة الويداد الكعبي وياحشي اللي بارح قال أنه لا مغيطوك خاسي الأحقية وكل شكل استحقي يدافع لذلك القميس كما سواء أبناء المغرب اللي عايشين في المغرب وكما سواء أبناء المغرب اللي عايشين في المجر وما بحل بحل أنا و اللاعبين اللاعبين يستهلوا يعني جبران والكعبي اللي بزاف الناس ينتقدون أخر هضر عليهم قال أكثر اللاعب في البطورة هو ومع ذلك بالشفخ اللي يجب أن يتعرض للإنراجية اللي يعني عنده صخاء في اللاعب لذلك مزيان أنا اللي عجبني البارح في الندواء وقليل المرات اللي حسين بناخب وطني عنده هذا الإحساس ربما عشنا مع ميشيل عشنا واحد لوقت مع مهدي فاريا هو من اللي قال كيهضر على السيخ كويلاغ الفيفا اللي خرجت حق الأندي الأوروبية يمنع اللاعبين المشهر المنتخبات ولكن بالضبط المنتخبات الأفريقية وأعتبر واحد لأن هذا إجراء في إقصاء وفي احتقار القرى الأفريقية وقال بالحرف وهذه عجبتني قال هذا منزلي وأنا كندفع المنزل وهذا المغرب وهذا صراح أنا عجبني صراحة لأن كبين لأن ستبين ناخب وطني وطني بالصح يعني لا يوجد لأن لديه أفريقية ولكن لا بالعكس وإذا لديه مغربية كثيرة يتكلم عن أن اللاعبين الذين نصروا مرحبا بهم ولكن المنتخب المغربين لا يكون أن يكون أفريق هو أول وهذا ما لعبين بحال مونير الحدد يمكن أن نفسه مونير بعد 4 إلى 5 من من أن أن يحمل القامس الوطني يجب أن قضية حياة حياة أموت إذا طوفي وكان يأتي التليفون دائما لكي يسهل على الملف دائما هذا جيد هذا جيد لديك شيء نظر أن تفادي شيء بشكل خفيف أنا دائما فتح المدربين والاختيارات عندي قاعدة يلعبون من بعد نتحسب العبرة بالنتائج والاحترام للاختيارات الواحد القاعدة تقول عنا في هذا البرنامج نحن محللين تقنيين هذا التحليل المالي طبعا نحن متفقن لا نحن مجتمع الإشعة أو مجتمع التحليل التقني لا أنا بالعكس أنا لا دخل لي في اختياراته المهم نربحه نربحه نار نازمه نضغ نربحه إن شاء الله إن شاء الله الأمر الثاني هو تمنيه القاعدات المحلية تكون تسعة شيء شوية عندكم مونير وبونوت ينطام يوز هل يوف نفس الوقت ما كره نازم هذا هو أنا متفقن مع حمزة ريدا ديربي بلا جمهور ديربي في زمن كورونا كورة القدم عموما بلا جمهور بحال شيء مسرحي بدون جمهور ممكنش تدير مسرح بدون جمهور كورة القدم ماشي فقط ماشي فقط يا رياضة أرقام أو أهداف كورة تخشاف شبك لا كورة القدم يا واحد وكتخلق واحد رباط مجتمعي وكتخلق انتماء وكتخلق لحمة معينة ومتعة معينة راف بريطانيا رالبوبليك اللي كانت يمشي للأوبيرا هو اللي واللي تمشي الكورة من إلقاء واحد ظروف ديال الفراجة ولقاء واحد المسرح كوروي معين ولكن خلينا نرجع للنقطة ديال إدماج لاعبي البطولة في منتخب الوطني أنا تنظو نخصيكون هذه دائما بغض النظر على النتائج وخل نخصر ولكني لازم على أننا هجاء هذا الناخب الوطني وكسر هذا الحجز لأنه الدبار ربعا يمكن ما قنعوك ولكن أنا بالنسبة لي رأسي تنطر بون ديبولة لأنه دوزنا سنوات عجاب لما كمشي تواحد أو لواحد أو لون يتمشي يسخن البنتوش ما ما يمش كورة برجله قاع ولهذا تنظن بأنه مهم هذا الانتماء هذا هذا اللاعب المغربي اللي اليوم عنده 15 عام و16 عام يقول على أنه أنا إلا خدمت بحل رحمي ولا بحل الكعبي ولا بحل كذا رتأنا ممكن يتحلوا هو موارضة سنوات جاين رابدو نشوف لأن الخدمة بدأت دباب جاين أما ردازه سنوات للطفل تقول حيت حيت تزاديت في البلد الخطأ عمري غاللعب في المنتخب المغربي حيت تزاديت في المغرب وتحطينا فوح تنقض اللي سوريالي وكاس صغير شوية الإمكانيات ويمكن سي محمد الغروس بدك ربعمائة مليون يقدر يدعم شكرا شكرا ما كتقدر وش سناء العجيم ومحمد الغروس شكرا لكم شكرا للزميلين العزيزين ومي ما كبدي وحمزا نوري ومي ما كبدي اللي كان حيام نهنا رأها متألقة شكرا شكرا لمستمعات ومستمعات الوزميل اللقاء لسبوع الوقت نعيش معكم